السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مرحبا بكم ايضا على القناة شف سهيلة اليوم غادي نحضر لكم الاد مسمى اللي كي جينا رائع وناجح 100% وايضا كي جينا غغزل بثاف مدق وزوين ارتب وهشيش ومقرمش خليكم دائما معي بداية الفيديو حتى الاخر بشرف ولا المكاونة وطريقة ديال تحضير اللي كي جينا هاد المسمى كي ما قلت لكم مرتب وهشيش ومقرمش رائع جدا مدق جالو زوين بثاف كيف ما لحتو وكي وجدنا يعني في وقت قصير خليكم دائما معي بداية الفيديو حتى الاخر وما تنسوش لايكو الفيديو ودعمو القناة باش حكا الفيديوهات يوصلو ويتبرتجو علاش الله كي ما لحتو مسمى ديالها وهدي الطريقة او هدا هو كيفاش خرجنا صراحة كي جينا زوين بستعف ونبدو على بركة الله بالمقادير والطريقة ديال تحضير دياله اول حاجة غد نحتاج واحد البول او عجان اللي غد نعجن فيها غد نوطع فيها خمس او او اربعة الكيسان ديال الفيديو ما يوعدنا السميد الرقيق جدا اه ناعم جدا اللي كان قولو الاخوات باش غير فهمونا من دول اخرى يعني اربعة ديال كؤوس ديال العنباء ديال الفيديو نزيدو عليه كاس ديال دقيق فقط عندي هنا شوية ديال الملح وعندي ايضا شوية ديال الخبز تقريبا واحد المراس مع القبة تشكل هدا كما لاحتو ونزيدو حت شوية ومن بعد غد نضيفنا ملعقة ديال السكر تهي ايضا صغيرة بهت الشكل هدا وغد نعجن بالماء الدافئ هدا وما المكونات ديال مثل من ديالنا وايضا نضيفو حت للطريقة ديال الخاملة ديال الحلويات غير واحد تقريبا راس مع القبة ما كترتش بزاف منها صافي من بعد هنيا غادي نديرو الكاس اللول والكاس تاني ديال الماء غادي نخليوهم انتو ما تلاحظوا معايا هنخليوهم يتعجنو مزيان مزيان حتى كيتلكو مزيان وعاد باش كنخليوهم يرتاحو صافي من بعد هنيا مجبتم من بعد هنيا مزيان غادي نجمعها فقط بالاضراف ديال الاصابيع ونديرها في بلاستيك الغدائي وغادي نخليها عشرة ديال دقايق ترتاح وعاد نجي نقسمها للكورات من بعد ما دزتلي عشرة ديال الدقايق غادي نجبد هاد العجين ديالي وغادي نشكله على شكل بوده باش يسهل معايا انه شو العجين ديالنا ما شاء الله باكت جبد لنا وحسن من الفورس يعني كنديرو بالفينو كيكون صحي اكتر صافي من بعد هنيا غادي نشكله على هاد القيطع هادو غادي نشكله على اسبادية القيطع وهنا يوم ما كنديروش الزيت في الاول لانه دائما فاش كنبغون كورو العجين ديالنا كنقطعوها بلا زيت باش حكي لا كان شي زوائد ولا شي حاجة كي يسهل علينا اننا نحيدوهم بكل سهولة وهنا خرجنا تمني ديالكورة تعفوا صافي من بعد هنك نضيف القليل من الزيت في سطح العمال نيت او في شبلاتو وغادي نضيف عليه هنيا سلوفان وغادي نوضع عليه بلاستيك الغذائي من فوق باش حكي يسرع لنا انه ضغياء يرتب لنا باش حكي ما يدبناش في التوراق صافي انتم كما لاحظو غادي نخليه تقريبا محتاشرة ديال الدقايق بما ترخف لنا ودائما العجين ديالنا خصة تكون مرخوفة باش حكي تساعدنا لان العجين ديالنا يجينا ارتب ويجينا اه يعني بهات الكيفية هاده صافي واندير بلاستيك من الفقه بهات الشكل هاده وانخليه تقريبا تهو 11 ديال الدقايق ونعودو يعني نديرو صافي من بعد هنيا غادي نجيب واحد الخالي ديال الفينو وغادي نضيف عليه شوية انتم كما لاحظو او نصمع صغيرات ديال الخاميرات الخاصة بالخبز بالكيموية تقريبا محضرة غادي نسكاف ديال الفينو وغادي نخليه هنيا حدايا جانبا غادي نحتاج اعفوا بزبدة يعني بوماد ما نحتاجه اننا ندوبوها وكنحتاجه الزيت ايضا غادي نحاول انني نحيد هاده من هنا باش انني نقدر نورق كل وحده بوحده سوف نستخدمه القليل من الزيت في سطح العمل ودائما ما نديروش الزيت بزاف يعني في سطح العمل لانه باش ما تبقاش يعني كتبقى كتعدبنا يعني كمدرنا اللي غادي تبقى صافي غادي نحاول انني غادي نطلق العجين بشكل هذا وانا كان نطلقه وانا غادي نجيبه على شكل مربع بحال مسمين ديالنا العادي جدا انتوا ما تلاحظوا معايا ودائما خليوا العجينة ترتاح لكم باش انا ما تقدرش ما تقطعش لكم صافي من بعد هنيا غادي نشكله على شكل مربع بتشكلها داره بكل سهولة بنسبة المبصديقات لحرفة تبرق لها من شاء الله لحدكات وكل وحده تقدر تقولي طريقة ديالها فليكو مونتا غاليش لانستفدم من بعدياتنا وانا هدي طريقة المسمن ديالي المعتادة عندي واصلا قد هالي واحد السيدة كتدير المسمن وهدي الطريقة باش كتبيعو راح زوين بساف اخوات اللي بغاو يبيعو المسمن بغاو يبيعو هاكل الوحده اللي كتكون الوزن ديالها تقريبا 1-140 جرام في كل وحده غادي تبيعها ب3 درهم نفس الشيء الملوي ونفس الشيء اللي بسمن العادي صافي من بعد هنه غادي مقاها كم السمن راح تغضي نسالة الكيمياء كاملة اللي عندي بالنفس الكيفية كنحاول انني ارقق حتى كتباليار خامة او سطح العمل باش هكا كنتأكد على لان الملوي او المسمن ديالنا يجينا مورق وزوي دائما كندير الزبدة قليل ما كنكتروش بزاف ودائما كنرش بالفينو صافي من بعد ما غادي نسالة الكيمياء كاملة وغادي ندوزه انتم ما تلاحظوا معي خليتوا معاو تاني ارتاحوا حد عشان دقائق صافي من بعد هنه غادي نجيب هادل التوا او المقلات كيف ما غادي نسميها او اي حاجة كطيبوا فيها المسمن ديالكم انه تقدروا انكم اه تديروا فيها صافي من بعد هنه غادي نحاول اني نشكل الولا اللي درتها وغادي نسرحها فوق هالطواعي وانتبال الاخوات اللي كان نسولوا عني عليها في داجا في الفيديو اللي سابق كنت حضرت فيها الحراشات قلت لكم بالنسبة الموقع اخذتها من الفيسبوك موقع جهاز دارك هو اللي اخذت معنده ماطة عادي او المقلات او كيف غايت صافي من بعد ما سخنت لي درت على درجة الحرارة ديالها خمسة ديال درجة موي بالنسبة كينا من واحدة الخمسة انا كانت الخمسة الناس اللي عندهم لاتات او بحالة المقلات كيف نسميها ديال الخاصة بالحرشة وهاد شي ديال مسمان وهاكا صراحة كتجي زوينة بالسف وضغية كطيبهم صراحة وطيب ديالهم كي يكون زوين بزاف سادر غاقا نقلب هكا بلشن ينجح معكم المسمان ديالكم ضروري كتقد قلبوا فيهم كل دقيقة كل تانية يعني باشاك يجيكم من فوق وكيجي محمر على جهات بجوج صراحة كنتمنى هاد الفيديو اللي اعجابكم وتجربوا هاد المسم من هاد اللي فعلا كيستحق الجريبة وكيجينا بنين بنين بزاف وكنشكركم بزاف على حسن المتابعة وحتى فعل ديالكم كنقشويا ولكن مرحبا بأي واحد يعني كدخلوا ليسوا تعليق تعليقات الرأي علي دائما كنجاوب عليها شكرا بستفى للمتابعة وإلى اللقاء خليكم على فيديو حتى شوفوا للشكل النهائي شكرا شكرا